عربية الاساء عربية الاساء مشاهدين اهلا بكم الى هذا الموجز والى عنوين اهم الانباء مالية 2022 ضريبة على استهلاك الهواتف والثلاجات والاية غسل الملابس كانت هذه اهم العنوين والان الى التفاصيل يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 فرض ضرائب على استهلاك الالات والاجهزة الكهربائية والالات الالكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات ستخصص لفائدة صندوق الحماية للشماعية ودعم التماسك للشماعي وافادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية انه سيتم فرض مئة درهم ضريبة على كل من الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء واجهزة غسل او تجفيف الالبسة والات غسل الاوان من فئة التاقة بي والسي اضافة الى اجهزة التلفاز كما تم فرض ضريبة قيمتها مئة درهم على كل تلفاز ومئة وخمسين درهم على الحواسب المحمولة وضريبة على حواسب المكاتب قيمتها مئتان درهم تتوفر على شاشة ومئة وخمسين درهم بدون شاشة كما فرض المشروع ضريبة قيمتها 50 درهما على شاشات الحواسب و200 درهما على الألوحة الإلكترونية و50 درهما على الهواتف المحمولة ومثلها على بطاريات المركبات وتهدف هذه الضريبة حسب ذات المشروع إلى تعزيز النجاعة التاقية عبر التشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث السهلاك التاقة اشتركوا في القناة